معنا الأستاذة ياسمين من القاهرة أستاذة ياسمين السلام عليكم إزاي حضرتك يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت يا شيخ وانا بس كان لي استفسار كان لي وحدة صديقة لي هي متزوجة يعني لما زوجها بيمشي بينزل ويروحها للشغل هي بتحس بإحساس كده بيخوسها هي بتحكيلي بتقولي ان لما زوجها بينزل للشغل بتبقى في البيت نايمة بتحس ان في شيء بيكتفها او بتحس ان في حد جنبها السنة بيتكتف خالص ما بتقدرش ان هي تستعيز حتى هي حديثة الزواج ولا ايه متجوز من الدين بقى لها سنة وعندها ولد طيب انت بتسأليني بقى ايه الحكاية دي اه هو في بعض الناس بيقولوا ان ده ممكن يكون مسا عاشق هي خايفة من حاجة زي كده هجاوب على حضرتك حاضر هجاوب على حضرتك حاضر طيب بص يا استاذة انا دايما اقول لي حضرتك حاجة لطيفة يعني ساعات كتيرة لما بيجي لي حد يقول لي انا زوجتي عندها فكرة الجن ده وتلعاش بقول له على فكرة يا عندها عندها عفريط او بس العفريط ده انت في الغالب الحالات اللي زي دي بتكون عندها مشكلة ان هي بتعاني اما من سوق المعاملة او من الاهمال يعني حصل لها ما يسمى رؤية شبح الجواز يعني هي داخل الجواز وعندها سقف توقعات فلاقيت الجواز حاجة تانية او داخلت الجواز لقيت الجواز حاجة وحشة خالص او لقيت ان ما فيش الاهتمام اللي هي منتظرها فكأنها اصيبت بخيبة امل فهي عايزة تعوض ان هي في حد مهتم بيها فهي مش دريانة كل دي هي مش دريانة فبيحصل لها الكلام ده بيحصل لها ان فعلا انا ما ينفعش ان انا اترمي كده يعني ما ينفعش ان انا محدش يهتم بيها به الطريقة دي انا اكيد في حد مهتم بيها حتى لو ما كانتش في المكون المرئي ده هيبقى في تكون غير المرئي ده ولذلك ايه اللي حاصلة هي ما عنداش اي حاجة هيكل الحكاية محتاجة فعلا اللي متسبب في ده يقوم بدوره وهو الزوج ولذلك ايه اللي بيحصل هتلاحظي حاجة ان ده ما بيحصل لهاش يعني هي لو نامت وزوجها موجود مش يحصل لها ده هي لو قاعدة وزوجها موجود ما يحصل لها ده يبقى امتى بيحصل له ده لما زوجها ما بيقاش موجود يبقى ايزا هي الكلام ده امر جاي منين من احتياج عندها محتاجة هذا الاحتياج يدار بشكل صحيح وهو الاحتياج للاهتمام فهي محتاجة ان زوجها يهتم بيها المسألة ببساطة يمكن ان احنا نستقبلهم في مركز الاشهاد الزواجي واحنا ابنما مهتمين بفترة الاولى بالحديث بالحديث الزواج لان احنا عندنا مشكلة في حديث الزواج ان هما بيبقى الوعي منخفض وكمان بيبقى عندنا كمان مشكلة كبيرة جدا ان النضوج هما متصورين ان هما نضجين بالقدر الكاف ان هما يفهموا بعض وهم محتاجين ان هما يتعرفوا على بعض فبيحصل ما يسمى بالخزلان في التوقعات في الفترة دي فعشان كده انا بنصحك ان انت تقول لها ان هي ما عندهاش اي حاجة فقط هي محتاجة جملة من النصائح تستطيع هي وزوجها ان هي يزيد اهتمامهم ببعض ويزيد اقترابهم من بعض لان هما ممكن يكونوا حسوا ان هما ما يعرفوش بعض فيبقى ايه الحال اما ان هما يتلقوا تدريب على تدريب للجواز تدريب المقومين على الزواج بينفع في الحالة بتاعتهم دي برضو او يتفضلوا الى مركز الارشاد الزواجي عشان نقدر نتعامل مع المسألة دي